لكن خليني أجي للشيء الثاني اللي هو من هو مصدر السلام مصدر السلام هو الله ووضح أحبائي من خلال آيات عديدة في الكتاب المقدس أنه السلام هو فكر الله والسلام هو مشيئة الله لكل إنسان يقول في النبي إرمياء إصحاح 29 والآية 11 لأني قد عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب أفكار سلام لأعطيكم لا شر لأعطيكم آخرة ورجاء فكر الله ومشيئة الله نحو الإنسان أن يتمتع بالسلام ولكن أحبائي حدث انكسار عظيم من بداية الخليقة عندما عصى آدم وحواء الله وفعلا الله تردهم من الجنة فتحولت الحياة إلى مرارة إلى صعوبة إنه لازم يشتغل وبعرق جبينه يأكل خبزه وأصبح في حياة العداء والكرهية منشوفها في أول يعني في أولاد آدم قائن قتل هابيل وهكذا بتشوف سلسلة النسب بتشوف كم إنه الإنسان انحضر حتى مجيء الطفان إنه أصبح كل فكره وكل تصورات قلبه فكره صارت شريرة تجاه الرب ولكن الرب وعد بمجيء السلام هذا يسمى الوعد المسيحاني أو الوعد المسياني بمجيء الفادي في ملء الزمان الرب يسوع المسيح جاء وطبعا بموته على الصليب صنع السلام ولكن هذه الخطوة الأولى أنه نحصل على السلام بس الحياة ما تغيرت والوضع والظروف ما تغيرت عم نواجه الأوبئة وعم نواجه الأمراض وعم نواجه التحديات وعم نواجه مجتمعات عم بتقول لأله ابعد عني وعم نواجه مجتمعات رسموا فكر الله بحسب طريقتهم وبحسب هواهم والله غضبان مكتوب لأنه يعني غضب الله معلن من السماء على فجور الناس وإثمهم حجموا حجم الله أبعدوا الله عن الصورة الشر صار خير والخير صار شر الظلمة نور والنور ظلمة الحلو صار مر والمر صار حلو مكتوب أسهل أسلمهم إلى ذهن مرفوض فوصل الإنسان وهكذا سلسلة العسيان عم بالدور ولكن الخلاص ومنح السلام هو من خلال شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد مشان هيك في مجيء الثاني عندما يرجع المسيح ثانية عندها ستكون مملكته مملكة سلام وهذا السلام سيسود على الكل مملكة بر مملكة سلام اللي راح تسود على كل الأرض بيتكلم أن الأسد راح يرعى مع الخروف بيتكلم أن الطفل بمد يده على جحر الأفعة ولا يلدغ بيتكلم أنه خلاص ما عدش كل واحد السيف بيتحول إلى أدوات زراعية كل شخص بيجلس تحت الزيتونة أو تحت التينة أو تحت الكرمة علامة من علامات السلام في آخر الأيام ولكن هذا السلام أحبائي ممكن تحصل عليه في هذه اللحظة من خلال قبولك الرب يسوع المسيح عندها تتمتع بالسلام الكامل سلام الكمال سلام الرجاء سلام القوة سلام الطمأنينة سلام الشفاء سلام الحياة فكل هذه الصفات الإلهية فيها توازن كامل بحيث أن هذا التوازن بيعمل من خلال عمل المسيح الكامل ومن خلال هذا العمل الثمر والبرهان أنه أنا بتمتع في حياة السلام أما أنا فسلام آه في عواصف في أوبئة في ظروف صعبة في اضطهات في تحديات في ظروف قاهرة وهكذا لكن الشخص اللي فعلا المليان بيسوع واللي شبعان بيسوع هو شخص فعلا مليان بالرب وأنا بحب أن هذا السلام أنك تحصل عليه اليوم موسيقى